اشتركوا في القناة خلال الظاهرة تصبح اجواء شبه راعدية نحو سواحل الوسطى ستتشكل ايضا خلايا راعدية منعزلة بالنسبة للمناطق الداخلية بالخصوص الوسطى والشرقية ريح قوية نسبيا نحو الهداب الغربية ستعمل على تطاير بعض الرمال حبيبات الرمال ايضا ستتساعد لغاية الهداب الوسطى وبعض السواحل محليا اما بالمناطق الجنوبية الاجواء ستكون مشمسة بشمال الصحراء بالجنوب الغربي الصحراء الوسطى تبقى تنشط خلايا راعدية موسمية بأقصى الجنوب نحو أقصى الجنوب الشرقي لمنق رعود احتمال أمطار محلية زوابع رملية تبقى تشهدها أغلب المناطق الجنوبية بالجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب وشمال الصحراء ستجعل الرؤية ضعيفة محليا الحرارة خلال ليلة اليوم بإذن الله تبقى مرتفعة تتروح ما بين 22 إلى 26 درجة على أغلب المناطق الشمالية ترتفع إلى غاية 30 درجة كعلى مقياس بيتزيوزو والبويرا 30 درجة أيضا جنوبا بشمال الصحراء 20 درجة فقط بيتيندوف 29 درجة بالجنوب الشرقي وترتفع إلى 33 درجة بأقصى الجنوب بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف تراجع نحو وهران بـ 29 درجة العاصمة 31 درجة تبقى مرتفعة على المناطق الشمالية الأخرى في حدود 40 درجة بيتزيوزو ببيجايا جيجل إلى غاية عنابة والطرف 36 درجة بباتناس طيف والجلفة كذلك بالبيت جنوبا مقايس ما بين 40 إلى 44 درجة بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار وتاسيلي تقارب 36 درجة بنسبة لتيندوف وهذا تحت الضل بينما تتروح ما بين 45 إلى 47 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب فيما يخص البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الاتراب مع رياح ضعيفة على العموم بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله ابتداء من يوم الثلاثة إلى غاية يوم الخميس إذن نفس الوضعية الجوية تبقى نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر على السواحل بالخصوص السواحل الغربية تتشكل صحب رعدية منعزلة خلال الظهيرة بالنسبة للمناطق الداخلية والهداب العليا رياح قوية نسبيا ستشهدها للهداب الغربية أجواء مشمسة بشمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء بينما تبقى تنشط خلايا رعدية قد تكون مرفوقة بأمطار محلية بأقصى الجنوب إلى غاية منطقتين هونغار وتاسيلي درجة الحرارة تبقى مرتفعة نحو المناطق الشرقية أحيانا قد تصل لغاية 44 درجة بالمناطق الداخلية الشرقية بينما تعرف تراجع نحو السواحل الوسطى والغربية تبقى مستقرة بالمناطق الجنوبية نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وضوحيها وقت الشرق بحول الله سيكون في حدود الخامسة صباحا وتسعة وعشرون دقيقة والغروب على ثامنة مساء وتماني دقائق مشاهدين أشكركم على حسن متابعة وإلى